مشاهدين فقرتنا هذه عن رسم الكاركاتير واليوم وضيوفي بنات ثنتين شابات كويتيات تميزوا في هذا الرسم بالذات الرسم الكرتوني ضيفتي الأولى اشتهرت بشخصية معروفة اسمها حكوكا ولها عدة تعاونات مع جهات حكومية واشتهرت في هذه الشخصية الكرتونية حكوكا مع عضو جمعية الكاركاتير الكويتية في إدارة العلاقات والإعلام الرسامة مونتنيمية يا مساء الخير وياهلا ومرحبا فيك مونة أهلين حبيبتي يا هلا والله وأيضا ضيفتي الثانية هم من تميزت في الرسم الكرتوني ولكن تميزت في خط خاص وهو الرسم الأنمي وهو يعتبر من أصعب أنواع الرسوم وهي رسوم يابانية يا مساء الخير وياهلا ومرحبا فيك رسامة فرح مطار حلا فيك في البداية مونة قبل ما أسقش السؤال الأول نتعرف عليكم أكثر على رسماتكم ولكن خشوف مشاهدين هذا الفاصل ونرجع لكم شكرا يعني مونة هذه الشخصية اللي يعني رافقتك مع مسيرتك الفنية لو سألنات شم عمر حكوك حكوك عمر واحد لحد الحين صغيرونة يعني تقدير قولي شخصياتها شوية غريبة أنها تكلمت قبل عمرها تكلمت قبل عمرها بس بحدود أنها يعني ثلاث سنين أربع سنين ثلاث سنين أربع سنين بس يعني أصغري شوية كل ما لها تكون يعني كذا ما نقول أصغر بشكل كرتوني يعني حلو الحين نتجه حك فرح يعني فرح أنتي هما تميزتي في الرسم الكاركاتير بس شنو الأنمي اللي هو متخصص في الرسوم اليابانية قبل ما أسألك وندردش معاك عندنا لك فيديو خنشوف أنتعرف أكثر على رسماتك ونرجع لستيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني مثل ما شدتم معنا مشاهدينا فرح تميزت في الرسم الكارتوني الياباني الأنمي شالي خلاشت التجهيم فرح حق هذا الاتجاه يعني يعتبر فن بعيد وهو ويبيلا خنقول شخصيات كارتونية وهو مجال الأنمي الأنمي بشكل عام وهو عبارة عن المسلسلات والأفلام الكارتونية اليابانية وهي هالأفلام والمسلسلات جدا مشهورة ومحبوبة جميع أنحاء العالم ويعني حتى بالخليج وبالكويت وايد ناس ربوا ويا الأنمي يعني أكثر اثنين معروفين يمكن سندباد وغراندايزر كلهم أنميات واللي شجعني أعتقد جمال الشخصيات الأنمية وخصوصا الشخصيات الأنمية تتميز بالبساطة يعني بالملامح الشخصيات الأنمية معروفة أن التركيز على عيونهم عيون كبيرة صح وايد كبار عيون وعادة بعد الأنمي الباحث يكون حتى الخشم والحلج يعني كل شي بس إحاء بسيط بخطوط يعني بسيطة جدا فهذا حتى اللي يعني أنا خصوصا أول ما دشيت مجال الرسم بديت بالاستال الأنمي الباحث أعتقد لنا البساطة أن نقدر نقدم شخصيات لها حضور وقوة بس عن طريق ملامح مبسطة يعني فهذا شي أحس وأنا خصوصا اللي شجعني أدش مجال الرسم وهو شخصياتي أنني كنت وايدة وما زلت أحب أكتب القصص ودائما أحب أخلي الشخصيات محور للقصص فشجعني أني أتشوفهم بالواقع فشجعني أني أتعلم الرسم وتطور فيه وايد حلو بسراعة يعني يحسش الدشين عالم الطفولة والماضي مع الببايات والكرتون حلو يعني مونة أنت شخصيتك المحببة حقوكا ما فكرت أنت أنت الطورين هذه الشخصية ضيفين علىها إضافات طلعين لها بشكل ثاني بسببها بتشان شكل ثاني يعني مثلا يعني ضيفين عليها الطورين بالشخصية حقوكا حبوها الناس وطلعت يعني مثل الكتاب هذا اللي أنت سويته هل هذا يعتبر تطور إضافة على الشخصية؟ أكيد يجب أن تتكلمين عنها إن شاء الله كتاب أبجد يدي وهو طبعا شخصية عشبة هي مضافة شخصيات حقوكا يعني من صديقاتها والعائلة المتابعين يعرفينها عشبة يعني حين الإضافة اليديدة عشبة ما معنى هلأسم تختارين أساني يعني غريبة أي غريبة ناضي حسيت كلمة عشبة شيء يعني من الله يعني شيء طريع اللي يطلع بقوحة ولا نكهتها ولا قاعدتها الحلوة فشخصية عشبة اللي ميزها إنها شخصية من الصمو البوكم شخصية تتكلم بالإشارة يعني حتى نغسماتي لما يعني صري مثلا الكومكس اللي قصص ما حكوكا إيه قاعد تتكلم حكوكا بالإشارة فكانت الفكرة من الكتاب إن عشبة تعلم حكوكا لقت الإشارة للصمو البوكم والحمد لله لقاها أقبال وايد قوي يعني وهو أبجدية دي يعني يعني برافو عليك يعني أنت استغليتي هذه الشخصية مثل ما تشوفوا مشاهدينا يعني بالكتاب وينها حكوكا أي واحدة هذه حكوكا معنقصين معنقصين وهذه عشبة وعشبة قاعدة أتعلم حكوكا يعني الأحرف بالإشارة والأرقام بس على شكل صور أنت مصورتها وراسمتها برافو عليك شبك أنت تستغلين موهبتك هذا في شيء تعليمي صح وايد حلو فرح الرسم الأنمي هل هو يعتمد هل هو صعب مثل ما يقولون ويعتمد على الخيال ولا يعني أنت تخذين شخصيات من خيالك وترسمينهم ولا أنت تشوفين شخصية وتحورينها بالرسم هو فن الأنمي يعني من نفس أي فن يعني سواء فن كاريكتيري أو واقعي أو بورتري دائماً هالفنون تستند إلى دراسة الواقع يعني أغلب حتى المحترفين بهالمجال لازم يدرسون تشريح جسم الإنسان والنسب بطريقة واقعية يعني النسب الواقعية جسم الإنسان يعني حتى لو هم ما راح يرسمون بشكل واقعي بالنهاية بس هذا مجرد ما يتعلمون هالشي راح يقدرون يحورون هالنسب بالجسم إلى يعني عشان يقدمون الشخصيات تطلع بشكل كارتوني يعني مثل ما بينت بالأنمي يعني يعني العيون هم كبيرة تكونوا حتى الرأسهم شوي يكون أكبر عن الطبيعي فهو دائما يعني لازم يعني سواء مهما كان بيرسم الفنان لازم يطالع الواقع ويتعلم الواقع ويحوره بعدين طريقة كارتونية بس وبالتسبة للشخصيات يعني هم الإلهام ممكن يهي من ناس صجيين حقيقيين من الإلهام ممكن يهي من أي شيء من مهنة من لهجة من أسامي ممكن يهي من أي شيء بس فهو دائما أحس مهما كان الفنانمي أو غيره لازم يكون في عام الخيال والإلهام من الواقع كلهم يدخلون صحيح أنت شنتي تاخذين من الواقع صارت معاتش أنتش خذيتي من الواقع ورسمتي مثلا حورتي في الملامح أنتش كبرتي العين صقرتي الخشم لأنهما تعتمدون على تكبير العين وتصغير الخشم مع أنهما اليابانيين ملامحهم لو بتلاحظون العكس تماما أتوقع يطلعون حرتهم وطاقتهم في رسماتهم هذه المعلومة يعني سموح المداخلة يعني لها أهما حطوا لي يتمنون بغسمة دائما أحسنا نبن الإحساس اللي نبي وشيء نتمنى دائما نصنع بيدنا يعني فهذه هربكة يعني دائما هم معروفين في هذه الشغلة وخصوص العين يعني يعني يترجمون ليابونا برسماتهم مونة يعني لاحظنا أن حكوكا منتجنا لها مقاطع في الإنستغرام ويعني حصلت على قبول الناس ما فكرت أني أنت تسوي لها مثلا مسلسل كرتوني مطول والله الصغاح يعني هالموضوع من 2015 من أول ما بديت فيها الحمد لله يتلي عوض وايد بس أكون صراحة لحد الحين على العقود والحقوق الملكية والأفكار اللي هي أنا الحمد لله حقوق الملكية عندي بس لحد الحين أنا مترددة بشيء يعني اللي هو أن حكوكا ما بي يفتفي طعامها طعاما اللي هو الناس تعودت عليها حبتها من أسلوبها أسلوبها للهجة الكويتية طريقتها فما بيها شيء ما تمين تحرقينها إيه ما بيحرقها بفكرها يعني مداخلة مجرد أني أطلعها يعني بمسلسل فحبتها شوي شوي إن شاء الله و الله يكتب إن شاء الله إن شاء الله يا ربي فرح أنت مت اكتشفت موهبتك وحسيت أني عندتها الموهبة وقمت تسقلينها أنا بديت أدخل مجال الرسم بجدية آخر 2010 يعني تقريبا الحين صار لي ثمانة سنين وان أرسم وهو بالبداية مثل ما قلت يعني هدفي كان أنه عندي شخصيات قصص يعني حلميني أبي أتشوف شون شكلهم يصير يعني أبتي بالواقع شلون فجربت إيدي بالرسم يعني شغلي ما كان يعني قوي بداية بس يعني اتطورت وهم وهو الدافع نفسه أنا أبي أتشوف شخصياتي بالصد يعني هذا يعني كان حلم بالنسبة لي فتميت استمر أرسم وأرسم ويعني هذا أكثر شيء الاستمرار وأنه يعني هم وير رسم دائما يعني كان عندي وما زال كتابة القصص فمدام شيء استمر الرسم معي استمر حلو يعني إحنا معاكم برسوماتكم وقصصكم مونة وفرح ولكن مشاهدينا فاصل نرجع لكم رجعنا لكم مشاهدينا وأكيد نستمرين في الحوار مع ضيوفنا مونة وفرح مونة بما أنك أنت مدربة وحاصلة على شهادة معتمدة للتدريب شنو نوع الدورات اللي أنت تعطينها أرسمي أنت تعطي دورات تعلم رسم الشخصية كرتونية وأقلبها أعلم شون الشخص يرسم شخصية كرتونية بس يعني مو رسم بحث كثير ما أروا شون يفريق الطاقة السلبية بطريقة رسمة شون وهو يبتكر شخصية أهو يحلم فيها يحبها يعني دائما أطبق مع المتدربين الشيء اللي أنا الحمد لله يعني نجحت فيه ومشيت فيه فالحمد لله لها أقبال قوي أنه بحيث أنه شون مثال يعني ما يدمرون عليه متدربين سواء أصقار أو أكبر أنه مثلا في شغلات يتمنونها ومثل ما تكلمنا على الأنمال العيون مثلا أو يشوفون مثلا كلام سلبي عليهم على تعليل بشيء فيحاولون يوصلون رسالة أنه أهم حابين هالشيء ودائما نشوفه برسم الكاركتير مثلا نعلق على مثلا ما نقدر نعلق شفاهيا أنه هذا ما عاجبني نقوم نرسم رسمة ونوصل من خلالها فدائما الناس تشوف أنه رسم صعب فدوراتي إيه شون أنت تصنعنك شخصية خاصة فيك بحيث تعبر عن اللي تبي ودائما إيه الحمد لله تنجح حق اللي عندهم مشاريع اللي عندهم فكرة حق حملة حق شيء حاب أنه يعني يوصل بطريقة شخصية بحيث أن إيه تكلم الناس وتجذبهم طريقة مبتكرة يعني فدائما الحمد لله ينجحون من هالدورة يعني يعني يستانسون على هالدورة حمد الله حلو فرح يعني هل في إقبال على رسم الأنمي أو شخصيات اللي ترسمينها في ناس تحب هذا الفن؟ في إقبال على هذا الفن ولا قليل؟ لا فعلا ألاحظ في إقبال على هذا الفن أعتقد لأنه يذكرهم بالمسلسلات الأفلام الأنمي اليابانية يعني فعلا ويد مشهورة وهذا ما حسب ذكرهم بالكوميك بوكس أو القصص المصورة الأجنبية يعني نفس الباكمان وكذي فأعتقد لمن يشوفون هالنوع من الرسوم يحسسهم منه يعني نفس الأشياء التي نشوفها بالكوميكس أو نفس البابايات نشوفها في التلفزيون فأحس لا طابع يعني أكشن خاص وحضور مميز يعني أحس يعني فئات من الشباب يعني يقبلون على هالنوع من الفن يحبونا حلو مونة يعني أنت كنت تعطين دورات هل في فئات عمرية محددة تعطيني هذه الدورات ولا مفتوحة للكل؟ مفتوحة للكل إيه بس كل عمر له يعني طيقة معينة بالشرح أو أصل له المعلومة لأن الصغير غير سبحان الله الكبير الكبير كون أعمق يعني من تحسين أن يتقبل المعلومة بشكل أسرع الكبير أو الصغير؟ إليك تسمع هالفكرة الكل لأن يعني مثالي يعني الكبير هي عشان بزنس يريد يوصل حق شيء يريد مثلا حق شخصية حق كتابة أما الصغير يريد يعبر شنو هو يحب شنو هو بطريقة يعني مثلا يلي تصغير يقول أبي عضلات لابسة ضرات طبية نفسي فيحط للعضلات يحط للتيشيرت اللي هو يحبه يوصل بطريقة حلوة وحق الأسقار تفيدهم أن يعبون عن اللي داخلهم يحسون أنهم منخشون وراء رسمة نحن ما نطلب أن ينخش لكن هو سبحان الله يمن تحطي شخصية تحليه رسول أطفال يصير تعرفين نفسيات الطفل وشنو توجهاته وشنو يرين من خلال الرسم فعلا فعلا وانا وايد أحب هذا الشكل أكثر شيء يعني بالنسبة لي أنا شخصيا أحبه حق المراهقين المراهق يمر بفترة صعبة أن يحبه أداته ثالث تسئلت عنها غسمة فهنا سيبدأ الثاني تتكلم فهذا الشغل حلوة أن تطلعين اللي بداه قلت خلال غسمة فأيها تبني شخصيتك حلو يعني فرح عندنا معلومة أن أنت قومين بتصميم زياء ودروع للشخصيات اللي ترسمينها هل معلومة صحيحة أم لا؟ ايه فعلا لأن أغلب شخصيات قصصي عساكر أو فرسان ولأن القصة تأخذ يعني هي بواقع خيالي فهل عساكر يعني بدلاتهم العسكرية تكون خيالية في محتاجة تصميم فأأخذ إلهام من يعني بدلات عسكرية صدجية من التواريخ معينة من حروب معينة وطبعا أضيف يعني ألوان معينة يعني أحاول على حسب شنو تاريخهم شنو بثقافتهم يعني أرسم الشخصية وهم ويا زيها ولأن بعض الشخصيات هم فرسان فمثلا لبسهم يكون أغلبها خام بس في قطع معدنية من الدروع فأحاول أبين أن أعطيح أنا في زخار فيهني وشذي يعني هم شي ممتع يعني أقدر يعني يزيد الواقع الخيالي يعني يعني فيه تصاميم تيوية هالشخصية يعني بما أن أنت عندك وأنك أنت تقدرين ترسمين الخيال بالواقع ما فكرت أنت تدشين مجال مثلا المسرح بما أن أنت قعت ألفين الشخصية وتألفين لبسها وتألفين القصة فما فكرت تدشين مثلا مجال المسارح يعني يأخذوا منه أزياء يأخذوا منه كاركتر الشكل حين عندنا مسرحة طفل مثلا ما فكرت يتشاركي؟ أنا الصراحة ما فكرت بمجال المسارح كثير ما فكرت بمجال أن كتابة مسلسل علي أن يكون على النمط مسلسل لأن أغلب التصاميم يعني بكل صراحة يعني أصممهم بهدف عشان يعني هم يساعدني أتخيل الشخصية بالقصة فالأهداف متعلقة بأصول تكوين العالم ما القصص الخيال هي أكثر من يعني الزيب ذاته يعني الأمانة كل الشكر على وجودكم معنا مونة وفرح على هذه الرسمات الجميلة اللي شاركتونا فيها وإن شاء الله نلقاكم في لقاءات ثانية بمجهود أكبر مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة استنسوا اليوم الخميس الونيس ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد إلى اللقاء